اشتركوا في القناة وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين سائل يقول كيف نتعلم ونكتسب مهارة الإيجابية من الحوراء زينب سلام الله تعالى عليها طبعا ليس بالهين وليس من السهل على الإنسان أن يكتسب مثل هذه المهارات والقدرات أحيانا قد تكون هذه القدرات تتعلق حتى بالجينات الوراثية ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يمكن له أن يتطبع يمكن له بالتدريب والتمرين أن يتوصل إلى كسب المهارات المختلفة والقدرات والطاقات خصوصا وأن الدين الإسلامي يأمر الإنسان بذلك والتكليف من قبل الله سبحانه وتعالى كما يقال فرع الإمكان يعني لا بد أن يكون المتعلق التكليف ممكن للإنسان وإلا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر وأن يكلف الإنسان بأمر مستحيل أو يتعذر تحصيله عليه لأن ذلك قبيح الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه القبيح إذن يمكن للإنسان أن يتعلم وأن يكتسب مهارة الإيجابية وسائر المهارات الأخرى الإنسان عليه أن يجتهده عليه أن يجد عليه أن تكون له إرادة قوية وعزيمة حتى يستطيع أن يكتسب هذه المهارة بالنسبة إلى السيدة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها حقيقة كانت إيجابية في كل شيء الإيجابية بالنسبة إلى الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها تنبعث من بواعث كثيرة أو من معطيات كثيرة منها الجانب المعرفي الذي تحمله الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها ومنها الرشد العقلي لأن الحوراء زينب بلغت إلى مستوى النضوج والرشد العقلي فكما هناك نضوج معرفي هناك نضوج ورشد وكمال عقلي فلذلك تسمى السيدة زينب بالعقيلة زينب والعقيلة المرأة الفاضلة التي بلغت إلى مرتبة عالية من العقل والتعقل بالإضافة إلى ذلك لا بد أن يكون الإنسان قد بلغ إلى مرحلة اليقين من الإيمان والارتباط بالله سبحانه وتعالى قد يكون بعض الناس يتغنى بالإيجابية ويتظاهر بأنه إيجابي وقد يكون فعلا في مظهره قد يكون إيجابيا ولكن قد تكون الإيجابية نابعة من خلل معرفي أو خلل تكويني أحيانا الإنسان لا يكون مشبعا بالعاطفة فيكون عنده جفاف عاطفي ونضوب في مشاعره فإذا تعرض إلى موقف ينبغي أن تجيش عاطفته حينئذ تراه لا يتأثر لأنه لا يمتلك الحس العاطفي الذي يمكن له أن يتعامل به مع الحدث أحيانا الإنسان لا يحمل فكرا سليما قد يكون إنسانا مثاليا لا يرى للحياة واقع ويرى الأمور كلها عبارة عن خيال عن أوهام أو ما شابه فحينئذ لا يمكن أن يقال هذا إيجابي وأنه ينظر إلى القدر المملوء ولا ينظر إلى القدر الخالي الفارغ من الإناء قد يكون الإنسان يحمل رؤية خاطئة يعني لديه خلل في موازين الحياة وفي موازينه المعرفية قد يكون مثلا مشبعا بفكر الحادي أو ما شابه بالتالي الإنسان يعاني من خلل إما على مستوى المعرفة والإدراك إما على مستوى الشعور والإحساس إما على مستوى العقل والنضوج والرشد وإما على مستوى الثقافة التي يحملها الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت متكاملة من الجانب العاطفي الحوراء زينب كانت مملوئة عاطفة ولكن هذه العاطفة لا يمكن أن تطيش بها ولا يمكن أن تتحكم بها وإنما السيدة زينب هي التي تتحكم بعواطفها فلذلك لا يمكن أن تفرض عليها العواطف حكما ولا يمكن أن تستسلم لعواطفها هكذا بالنسبة إلى إدراكها وإلى رشدها العقل وإلى ثقافتها وإيمانها ويقينها والقوة المعرفية التي بلغت إليها الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه لذلك السيدة زينب سلام الله تعالى عليها ترى أن كل شيء في هذا الوجود لا يمكن أن يكون عفويا ولا يمكن أن يكون صدفة وإنما كل شيء صغيرا كان أو كبيرا إنما هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى بالتالي في مفهوم السيدة زينب في مدرسة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لا معنى للشر المحض بمعنى أن هذا الوجود لا يحمل شرا نعم هناك خير محض ولكن قد يكون الشر نسبيا بمعنى أن الخير لا يمكن أن ينطوي على شر في داخله ولكن الشر ممكن أن يكون يحمل خيرا بداخله وإن كان بعض الأحيان قد يكون الخير باطنا ليس ظاهرا قد يكون مستقبليا ليس آنيا كما يقول تعالى والعاقبة للمتقين قد يخسر الإنسان جولته في الصراع في وقته الحاضر ولكنه قد يكسب النزالة ويكسب المصالح والمنافع في المستقبل القريب أو البعيد لذلك رؤية الإنسان للحياة وتقييمه للأحداث ينبغي أن تكون رؤية ناضجة ونابعة من وعي ومن ثقافة ومن معرفة ومن يقين وارتباط بالله سبحانه وتعالى مثلا على سبيل المثال أذكر بعض الشواهد في قوله تعالى موسى عليه السلام يقول لقومه إذ قال موسى لقومه مضمون الآية إذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم قتل النفس في ظاهره شر ولكن في باطنه خير ولذلك يقول ذلكم خير لكم أو كما قال الإمام زين العابدين صلى الله وسلم عليه حينما قال له يزيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فأجابه الإمام زين العابدين صلى الله وسلم عليه قال ليس ذلك فينا وإنما فينا قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها بمعنى أن يزيد أريد أن يقول للإمام زين العابدين أن ما حل بكم نقمة من الله وبلاء وعذاب عليكم لأنكم أسأتم ولأنكم فعلتم كذا وكذا فأجابه الإمام صلى الله وسلم عليه كلا لسنا كذلك وإنما ما حل بنا وإن كان بنظرك شرا إلا أنه خير لنا ورحمة بنا من الله سبحانه وتعالى إذن ينبغي للإنسان وهكذا هي الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها ثقافتها رؤيتها تقييمها للأحداث قرآنية معصومية فالحوراء زينب مدرسة معرفية من أراد أن يكون إيجابيا أنا لا أقول بأن الحوراء زينب كانت متفائلة يعني لأنه الحوراء زينب تخطت حدود التفاؤل تخطت حدود التفاؤل بكثير ولم يكن الأمر أمر تفاؤل لأن التفاؤل إذا كان باصرا وإذا كان إيجابيا نابعا من معرفة من ثقافة من رؤية من إيمان من يقين من ارتباط بالله وأن كل صغير ما من حركة أو صغيرة في هذا الكون إلا بأمر الله وتقدير من الله سبحانه وتعالى إذن الله عز وجل لا يصدر منه الشر لا يصدر من الله سبحانه وتعالى إلا الخير المهض وإن خفيت علينا بعض الأحيان هذه الإدراكات إلا أن يقين الإنسان وإيمانه ينبغي أن يكون راسخا فالحوراء زينب قدمت حقيقة دراسة ورؤية وهي مدرسة راقية يتعلم منها الأجيال والعلماء ومن أراد أن يكون إيجابيا في رؤيته إلى الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة